بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة أمثلة على طريقة التكرار المتتالي فلنأخذ المثال الأول باستعمال طريقة النقطة الثابتة أو التكرار المتتالي أو جدالة التقريب للدالة E السالب X السالب 10 يساوي إلى الصفر واضح من هذه أحد الطرق لاختيار المعادلة المكافئة هي تكون بالشكل التالي لأنقل سالب 10X إلى الطرف الثاني لو نقلنا السالب 10 إلى الطرف الثاني بصير 10X بطرف والE السالب X بطرف لنقسم الطرفين على 10 فنحصى على X يساوي 1 على 10 بE السالب X أي أنها من الشكل X يساوي إلى GX والGX هنا هو هذا المقدار لنتحقق فيما إذا كان يحقق شرط التقارب أم لا إذن أن الجي X هي عبارة عن 1 على 10 بE السالب X لو اشتققنا هذه المعادلة فحصلنا على الجي فتحة X يساوي أن مشتقل 1 على 10 سابت الE السالب X هي الأس مشتقها هو سالب E السالب X الآن لو تحققنا من هذا الشرط لو وجدنا أن الجي فتحة X تكون أصغر من الواحد متى إذن نأخذ القيمة المطلقة طبعا لو أخذنا القيمة المطلقة بتروح للسالب أبقى معي 1 على 10 بالقيمة المطلقة لا إي أس سالب X ولكن القيمة المطلقة لا إي أس سالب X أو لا إي أس إكس هي دالة موجبة دوما فقيمة المطلقة تساوي نفسها ولكن إي أس سالب هي 1 على إي أس إذن وبالتالي هي دوما أصغر من الواحد إذا أردت أن أخذ مثلا كحل ابتدائي أو نقطة بداية أخذ الـ X0 تساوي 0 أعوض هنا فنحصل على بالشرط يصبح بالشكل التالي جي فتح الـ X لو عوضنا كل X بالـ X0 يساوي إلى 1 على العشرة هي 0.1 بـ X0 هي 1 إذن وهذا أقل تماما من الواحد إذا هو ابتدأي يصلح لأن تكون فأستطيع أن أعمل دالة تكرارية وتصبح معاي المسألة بالشكل التالي فأستطيع أن أختار الـ X0 ويكون الـ GX يساوي 0.1 أقل من الواحد فإذن من أجل التكرار أستطيع بناء هذه الدالة التكرارية والوصول إلى جميع حلول هذه المعادلة هذا نوع من الأمثلة يطلب فيه فقط هنا أوجد الدالة التكرارية لا يقول لي أوجد الأصفار أو أوجد جميع جزول المعادلة فقط يطلب مني في هذا المثال أن أوجد الدالة التكرارية فأنا استطعت أن أكتب المعادلة بالشكل المكافئ وتحققت من أن الـ G تحقق الشرط أن المشتقى بالقيمة المطلقة أقل من الواحد من أجل أي X فبصورة خاصة ممكن أختار X0 يساوي 0 وأحصل على هذه الدالة التكرارية يمكن أن أستعرض مثال آخر أوجد أصفار الدالة FX يساوي EOSX نائس 4 نائس 2X بطريقة التكرار متتالي ممكن أحل هذه بطريقتين الطريقة الأولى إذن يريد هنا أن أوجد الأصفار الطريقة الأولى أنه أنقل مثلا عندي أنا المعادلة من الشكل EOSX نائس 4 زي سالة 2X يساوي 0 هذا هي لننقل 2X للطرف الثاني ونقسم على 2 زي أنه 2X يساوي وابقى في طرف EOSX نائس 4 ولنقسم على 2X يساوي نصف EOSX نائس 4 وبالتالي هذا هي X يساوي إلى GX إذن هذا هو GX الآن اللي نشتقه اللي نشتقل G فتحة X ماذا يساوي إنه مشتقل G فتحة X في هذه الحالة هو عبارة عن نصف EOSX الآن ولكن هذه الإي لا ننسى أنها 2.7 2.7 مرفوعة للقوة فإذن على الأقل لأبحث عن القيم X القيم X يجب أن تكون إذا أنه 0 EOS0.1 يبقى أقل من الآن ونعطي قيم قريبة من 0 EOS0.1 EOS0.2 إلى أن نجد أن الفترة التي يمكن اختيار X فيها هي عبارة عن الفترة من سالب ملايه حتى 0.693 كل هذه الأعداد X من هذه الفترة تحقق هذه المتبائنة ويكون أي جزر داخل هذه الفترة يمكن أن يحصلوا استناداً إلى هذا الاختيار لدالة التكرار فإذا اخترت على سبيل المثال X0 تساوي السالب 2 عنده إذن أستطيع أن أحسب X1 وطلع معي سالب 1.1 وأعود أحصى على X2 أحصى على X3 X4 X5 لو وجدنا لو نظرنا هنا لو وجدنا X5 هو نفسه X4 وبالتالي أستطيع أن أتوقف هنا عند هذا الحد لأنني قربت النادج إلى 4 أرقام عشرية الآن ممكن أخذ طريقة ثانية للتقريب طبعاً أنا كانت معادلتي X4 X2 الآن تساوي الصفر من هذه المعادلة لو نقلت هذول للطرف الثاني فحصلنا على طرف X2 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 السالب واحد واللا نهاية فإذا أخذت X0 يساوي الصفر طبعا هو نقطة من هذه الفترة إذن وبالتالي أكيد الشرط محقق من أجله عند إذن أستطيع حساب X1 والX2 والX3 والX4 إلى أن أتوصل إلى ولو وجدنا هنا طريقة التكرار أو تقارب التكرار كانت بطيئة نوعا ما طبعا وذلك لأن المشتقة ليست قريبة من الصفر وإنما قيمت قريبة من الواحد وقلنا نحن في معيار التقارب أنه إذا كانت قيمة المشتقة بالقيمة المطلقة قريبة من الصفر فإن التقارب يكون سريعا وإذا كانت قيمة المشتقة قريبة من الواحد فإن التقارب يكون بطيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته